ضرب نار ده الوصف الحقيقي اللي ينطبق بشكل كبير جدا على اختياراتكم لأفضل 3 لعبين للنادي الأهلي في مرحلة مباريات الدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا يعني من بداية من مباريات الترجي في رادس ليه بقول الكلام ده؟ لأنه قبل كده وعلى مدار الموسم كله الحقيقة كان بيبقى واضح من عملية فرز الأصوات أنه أغلب جماهير النادي الأهلي مختارة أو محددة 3 أو 4 أسماء هم اللي بيتنفسوا بشكل كبير جدا أو بالكتير 5 أسماء بيتنفسوا بشكل كبير جدا على حسم المراكز التلاتة الأولى ده مش معناها أنه 5 بس بيبقى فيها أصوات يعني لعبين تانيين بس بيبقى عدد الأصوات بتاعهم بسيط لكن بداية من مباريات الترجي في رادس والترجي في القاهرة وبرامت حتى اللي تعدل فيها النادي الأهلي أنا لاحظت أنه اختيارات جمهور النادي الأهلي رايح لأسماء كتيرة جدا والنتيجة ما بتبانش غير مع نهاية عملية فرز الأصوات يعني ما تقدرش تحدد أو ما تقولش الاتجاه رايح مين هم أفضل 3 لعيبة من نص المشوار لازم تستنى لغاية الآخر خالص عشان تقدر تحدد والفوارق بتبع بسيطة جدا إن دال فيدل الحقيقة على فكرة إنه كتير من لعيبة الأهلي أجادوا بشكل كبير جدا في المطشاط دي يعني بيبقى في أغلب المطشاط على مدار الموسم 3 لعيبة ظهرين قوي الجمهور أو إنه الجمهور متفق قوي على إنه 3 أسماء دول كانوا أفضل 3 لعبين لكن الحقيقة في الفترة دي بداية من ترجي فرادس والترجي في القاهرة وبيراميدز الجمهور مش متفق الجمهور محتار وده معناه إنه كل اللعيبة الأهلي أجادت بصرف النظر عن الأسماء اللي احنا هنعلنها عن حضراتكم وهبتدي في البداية بمبارات العودة بين الأهلي والترجي في القاهرة جمهور النادي الأهلي اختارت الحقيقة المتقلق بشدة والمتفوق على نفسه في الفترة الأخيرة أكرم توفيق في المركز الأول والحقيقة أكرم ماشي طول شهر 6 بشكل كويس جدا حقيقة وعامل مطشط أكتر من رائعة في المركز الثاني جه محمد مجدي أفشة برصيد كبير من الأصوات كان فيه منافسة صحيح بينه وبين أكرم توفيق لكن قدر أكرم إنه هو يحسنها في النهاية وفي المركز الثالث جه نجم هجوم النادي الأهلي محمد شريف الحقيقة يمكن رفع رصيده من النقاط لـ 19 نقطة هستعرض مع حضراتكم الجدول الترتيب العام بعد شوية وبقى فيه منافسة بينه وبين محمد شريف بشكل كبير جدا في الحيطة دي نروح لمبارات بيرامدز مبارات بيرامدز برضو زي مطشين بتوع الترجي كان فيه حالة حيرة بين الجماهير على اختيار أفضل ثلاث لعبين ولكن حقيقة في النهاية وبعد طول غياب كنت مستنيها منه من بدري شويتين لكن أن تأتي متأخرا أفضل من قلة تأتي على الإطلاق جي في المركز الأول نجم من نجوم النادي الأهلي الحقيقة الموسم ده محمد طاهر حسم المنافسة بشكل كبير في مبارات بيرامدز وطاهر الحقيقة من اللعيبة اللي منتظرين منها كتير جدا في الفترة اللي جاية وما زلت وأكد لأن أنا بتابع طاهر من زمان أنا عندي أمل كبير جدا أنه طاهر في الفترة اللي جاية يكون حاسم يكون عنده قدرة أكتر على تطوير مستوى لأنه لحضراتكم شايفينه من طاهر أنا بيتهيئة لأنه 70% من طاهر محمد طاهر عنده أكتر من كده بكتير وإن شاء الله يمكن اختياركم ليه في مبارات بيرامدز يكون دافعة كمان كبيرة ليه في الفترة اللي جاية وبيع على الحقيقة في السكورو بيخش في السكورشيت في المنطقة الدافية بشكل كبير ونشوف طاهر وصل لفين بعد ما أضاف لرصيده ثلاث نقط كأفضل لعاية في مبارات بيرامدز بييجي في المركز الثاني صاحب المركز الأول في مباراتي الترجي أكرم توفيق برصيد نقطتين وبييجي في المركز الثالث حمدي فتحي الحقيقة واحد من الجنود المعلومة مش هقول المجهولة اللي الحقيقة عنده روح وروح قتالية وعنده إصرار وعنده عزيمة تأكد أنه لاعب بمعدن يليق بالنادي الأهلي دول كانوا أفضل ثلاث لعبين في مباراتين الترجي العودة في القاهرة وبرامدز الأخيرة في الدوري خلينا نشوف ونستعرض مع حضراتكم الأرقام دي أثرت إزاي أو غيرت إزاي في جدول الترتيب العام عليو ديانج في المركز الأول محافظ على مركزه برصيد 30 نقطة وبييجي وراش الناوي بفرع نقطتين في المركز الثاني بـ 28 نقطة محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بعد ما شريف أضاف نقطة وأفشة أضاف نقطتين بقى وهم الاثنين في حالة صراع على المركز الثالث برصيد 19 نقطة بدر بنون رغم أنه غايب بقاله فترة يمكن بحكم غيابه عن بعض المباريات لكن محافظ على مركزه في المركز الخامس برصيد 16 نقطة أكرم توفيق بيتقدم في قفزة مهولة أو بيوصل للنقطة رقم 13 في المركز السادس أيمن أشرف اللي غاب طبعا فترة بسبب الإصابة وإصابة أعتقد أثرت وعطرت عليه لأنه كان بادي الموسم بشكل محترم جدا أيمن أشرف رصيده وصل أو محافظة على رصيده في المركز السابع برصيد 11 نقطة وراء على طول علي معلول برصيد 9 نقاط وعلى فكرة علي كان من المنافسين بقوة وبشدة في مباراة بيرامدز الأخيرة لكن في النهاية اتحسم المركز الثالث لحمدي فتحي بشكل كبير طاهر بيتقدم فيه الترتيب ويرفع رصيده لتسع نقاط بعد الثلاث نقاط اللي أضفهم في مباراة بيرامدز كهرباء الحقيقة يمكن عطلان بقاله فترة ولإن كان الحقيقة اللي يحسب لكهرباء في الفترة الأخيرة أنه بيحاول يرجع عنده إصرار وعنده رغبة تحسب ده آه ما استعادش المستوى ما تصوفش الخطورة اللي انت عارفها عن كهرباء لعيد بإمكانياته خفة ورشاقة وسرعة ومهارة والأهم من ده كله القدرة على إيجادة اللمسة الأخيرة لكن نستنى كهرباء في الفترة اللي جاية وأعتقد أنا بقول إنه كهرباء هيكون لي دور كبير جدا إن شاء الله مع الأهل الموسم ده وليد سليمان 8 نقاط أجريي 7 نقاط عمر السلية 7 نقاط ياسر إبراهيم 6 نقاط حمدي فتحي 6 نقاط محمد هاني 5 نقاط ياسر من اللعيبة اللي اجتهدت جدا في مبارات السموحة وأعتقد إنه هيكون حاضر في اختيارات حضرتكم نقاط شوية بقى مع أكرم توفيق أكرم الحقيقة نموذج نموذج ورسالة مهمة جدا لكل لعيب إنه حتى ولو جات لك الفرصة في مركز غير مركزك اجتهادك إصرارك قادرين على تعويض ده مش بس كده أنت عندك القدرة كمان أنك تثبت نفسك كواحد من أفضل اللعبين في الفرقة حتى ولو كنت بتلعب في مركز غير مركزك وده بالضبط اللي عمله أكرم توفيق لأنه أكرم توفيق الحقيقة هو لاعب شهر يونيو في النادي الأهلي باختيارات الجماهير أكرم استطاع إنه هو يحصد 6 نقاط على ما كاملة في مطشاط شهر يونيو صحيح ما لعبناش مطشاط كتير لكن هو كان أكتر لاعب من النادي الأهلي حصد نقاط في مواجهات شهر يونيو وبالتالي أكرم هو لاعب شهر يونيو نشوف مع حضراتكم مجموعة من الأرقام اللي مرتبطة واللي بتعكس إنه أكرم تطور بشكل كبير جدا المعروف عنه الحقيقة إنه هو لاعب في المقام الأول دفاعي حتى لما كان بيلعب على الدائرة أو بيلعب في نص الملعب وده الدور اللي قام به بشكل كبير جدا في مطشين الترجي وخصوصا إنه لاعب على لاعب خطير جدا يمكن يكون من وجهة نظري أخطر لاعب في الترجي التونسي وهو حمد الهوني واستطاع إنه هو يوقف خطورته بشكل كامل بشكل كبير لكن إزاي تطور مستوى أكرم توفيق ده اللي هنتبعه مع حضراتكم من خلال رصدنا لأهم الأرقام اللي قدمها أكرم توفيق أكرم طبعا في شهر 6 لاعب مطشين اللي هم المطشين بتوع الترجي زهاب وعودة كان عنده القدرة فيها إنه يصنع 3 فرص وهنشوفهم مع حضراتكم بالتفصيل دلوقتي دي يمكن النقطة اللي كانت غايبة عن أكرم شوية لما كان بيلعب في مركز الظاهير الأيمن قدر يعمل 119 تمريرة منهم 100 تمريرة صحيحة وده نسبة دقة التمريرات عالية جدا ارتفعت لنسبة 84% كمان الحقيقة كان عنده القدرة على استخلاص الكرة 8 مرات قطعت تمريرات 6 تمريرات التحامات هوائية كانوا 3 التحامات بنسبة نجاح 100% نجح في استخلاص الكرة في 3 التحامات دول إجمال الاتحامات بالنسبة لأكرم سواء على الأرض أو في الهواء 30 التحام منهم نسبة نجاح أو عدد نجاح 25 محاولة وده تطور كبير جدا في مستوى أكرم نتمنى إن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي بشكل كبير في الفترة اللي جاية وكمان إن شاء الله يكون دعم كبير جدا لمنتخبنا الأولمبي إن شاء الله في أولمبياد توكيو خليني أرصد مع حضراتكم نشوف كده بعض اللقطات اللي بتقول لحضراتكم تطور الشق الهجومي بالنسبة لأكرم توفيق في مركزه كظهير وده يمكن اللي هنتبعوا مع حضراتكم من خلال الثلاث فرص اللي هو قدر يصنحهم في مواجهتي الترجي التونسي سواء مواجهة رادس أو مواجهة القاهرة دي واحدة من الكرات اللي اتلعبت من أكرم وصل لطرف مطقة الجزاء ولعبها لمحمد شريف زي ما حضراتكم شايفين وتمكن محمد شريف من تزددها على المرمى اللقطة التانية الحقيقة قدر يعملها من حتة أبعد شوية بعيدا عن البوكس وده وصلت للجونيور أجاية داخل السيكس يارد في منطقة الترجي واللعبة التالتة كانت في مباراة رادس وفيها أكرم توفيق قدر يلعب الكرة وكانت واحدة من الفرص المحققة لطاهر محمد طاهر وللنادي الأهلي ده باختصار شديد جدا أرقام أكرم توفيق في شهر يونيو أكرم توفيق هو لعب شهر يونيو في النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر